موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم من العاصمة الأردنية الكاتب والبحث الأردني الأستاذ ضرار البستنجي صباح الخير أستاذ ضرار صباح الخير أهلا وسهلا نعم أهلا بك أبدأ معك من آخر خبر في شأن العلاقات السعودية الإيرانية وهو أن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري اتصل بنظيره الإيراني محمد جواد ضريف لبحث آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية السعودية بداية أستاذ ضرار يعني ماذا تريد واشنطن من هذه العلاقات أو بالأحرى مما تخشى واشنطن يعني تحياتي لك ولشاشة الميادين ولجمهوركم العريض الكريم أهلا أنا أعتقد بأن اتصال كيري اليوم بوزير الخارجية الإيراني بغض نظر عن الشكل الذي يريد أن يقرأ البعض بالذات ممن تريد السعودية أن تفرض عليهم رؤيتها وقراءتها يدلل في واحد من الزوايا على السبب الحقيقي الذي دفع السعودية إلى تصعيد الموقف من إيران أو مع إيران كيري اليوم يريد أن يقول بشكل أو بآخر وفق تقديري بأن ما تقوم به السعودية هو اجتهاد شخصي لا علاقة له بكونها وكيل الأمريكي أو السياسة الأمريكية في المنطقة من جانب ومن جانب آخر هو يريد أن يضمن أو أن يعني يحاول أن يقنع الإيراني بأن لا يرد على هذا التصعيد بتصعيد مشترك بشكل يغير تفاصيل أو أوراق اللعب اليوم بعد أن أصبحت أو أصبح شكل المنطقة مؤهلا أكثر لتفاهم دولي بين روسيا وحلفائها على رأسهم إيران وسوريا وبين واشنطن وتوابعها في المنطقة من بينهم السعودية إذن كيري يريد أن يضبط إيقاع ما قامت به السعودية اليوم وأن يقنع إيران أو أن يضغط على إيران أو أن يرجو ربما إيران بغض نظر عن الوسيلة أن لا تصعد في الخطاب أو في السلوك تجاه السعودية وأن ما قامت به الرياض لن يؤثر سلبا على سير التوافقات الدولية ولن يغير من شكل المنطقة التي تدرك إيران أنها ذاهبة نحو مزيد من التنفيس والتبريد رغم التصعيد الذي نراه اليوم هناك مصلحة أمريكية بتبريد هذا الملف أستاذ إيرار تحديدا أين تخشى الرد أو ما هو الرد الذي تخشاه واشنطن؟ هل من تصور لديكم؟ أنا وفق تقدير الشخصي إيران لن تقدم وأتمنى أن لا تقدم ويفترض أن لا تقدم على أي رد مباشر يعطي السعودية ما أرادته من هذا التصعيد غير المبرر ضد إيران ومعسكرها لكن لا شك سيكون هناك رد بتصعيد الموقف والدعم في سوريا في اليمن ربما بشكل أو بآخر سياسيا في لبنان كل هذا مقبول سيكون بقدر ما أن ما تقوم به السعودية اليوم يعتبر مقبولا في العرف الأمريكي هو تصعيد لا يصل إلى حد التفجير أيضا المطلوب من إيران أن لا ترد بتصعيد يصل إلى مرحلة التفجير خاصة وأن الأمريكي يدرك بأن الرياض اليوم تتعامل بمنطق المأزوم الذي يريد أن يفعل أي شيء لإعادته إلى واجهة المشهد لإعادته إلى الطاولة بعد أن بات من المستبعد أن يكون ذو نفوذ أو قوة في المشهد الإقليمي اليوم نعم سنتابع الحديث عن هذا الموضوع ولكن أستاذ درار بعد أن نستمع إلى أبرز مجاء في عنوين الصحف المحلية والعربية الصدرة اليوم التفاصيل سباح الخير مشاهدين الأعزاء نبدأ جولتنا لهذا الصباح مع أبرز عنوين بعد الصحف العربية الصدرة اليوم ونبدأ من لبنان مع صحيفة السفير النمر شهيدا السعودية في عين العاصفة رسالة بالدم إلى الداخل والخارج وتلاعب بالنار الإقليمية وفي السفير أيضا هل يصيب الإشباك الإقليمي الاستقرار اللبناني؟ نصر الله يهاجم آل سعود والحريري يدافع هبت فلسطين الرصاص المجهول يطارد الاحتلال من لبنان إلى السعودية مع صحيفة الرياض التي عنونت المملكة تقطع العلاقات مع إيران وتطرد دبلوماسيها وفي الرياضي أيضا إدانة عربية للاعتداء على المقار الدبلوماسي السعودية في إيران الإمارات سلمت سفير تهران مذكرة احتجاج ومن السعودية إلى العراق واختنى منها صحيفة الصباح الجديد تنديد عالمي واسع بعدام النمر والسستاني يصفه ظلما وعدوانا العبادي تكميم الأفواه لن يجلب إلا الدمار واشنطن قلقون من تفاقم التوترات الطائفية قوة أمريكية خاصة تنفذ عملية انزال جوي قرب الموصل ومن العراق إلى الإمارات مع صحيفة الاتحاد السعودية تقطع العلاقات مع إيران وتطرد بعثتها الدبلوماسية الإمارات تستدعي السفير الإيراني وتؤكد تهران تنتهك المواثيق الدولية وتقود مساعي بناء الثقة إلى صحيفة الوطن السورية وأبرز ما جاء فيها الجيش يواصل تقدمه في الغوطة الشرقية وحوض العاصي الديمقراطي دحر داعش من المسريحة والنصر خرقت اتفاق الزبداني وفي الوطن أيضا هيئة مفاوضات الرياض تذعن لمطالب توسيع وفد المعارضة المعلم إلى الهند الأسبوع القادم ومنع نسيطر على 16% من سوريا نصر الله دماء النمر ستكتب نهاية آل سعود الرياض تقطع علاقاتها مع تهران ومن الوطن السورية إلى الوسط البحرينية السعودية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ونختم مع الصحف العمانية وصحيفة الوطن العراق هجمات على الأنبار وصلاح الدين وانتحاريون يقتحمون سبايكر ونختم مع هذا الخبر جرائم الاحتلال تمتد لجثامين الأسرة ومبادرة من فصائل فلسطينية لمعبر الرفح نأتي إلى ختام جولتنا وعود لمتابعة آخر طبعة شكرا لزميلة فاطمة روماني على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم أعود إليك أستاذ ديرار طبعا يعني موضوع الشيخ النمر إعدام الشيخ النمر وموضوع العلاقات السعودية الإيرانية تتصدر عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نستكمل ما كنا نتحدث عنه في هذا الشأن يعني بين الداخل والخارج ماذا حققت السعودية من إعدام الشيخ النمر برأيك أستاذ ديرار نعم يعني الأهم ماذا كانت تريد السعودية أن تحقق ولبحث ذلك لابد من بحث شكل وواقع المملكة العربية السعودية اليوم اليوم السعودية بعد هزيمتها الواضحة أو عدم انتصارها على الأقل الأقرب إلى الهزيمة في سوريا وفي اليمن رغم الفرق الشديد في موازين القوى هناك وعدم قدرتها على تطويع المشهد السياسي في لبنان وعدم قدرتها بشكل عام على الاطلاع أو النجاح بأي ملف طلعت به كوكيل السياسة الأمريكية في المنطقة هي مأزومة من هذا الجانب أولا بعد القرار المجلس الأمني الأخير 22-54 تدرك السعودية بأنه لم يعد ثمة مكان حقيقي على الطاولة لإنجاز أن نقول الوكلاء الإقليميين أو القوى الإقليمية في المنطقة اليوم الدور للقوى العظمى لأمريكا وروسيا بشكل مباشر في حل النزاع السوري الذي هو مركز الحدث اليوم ثلاثة المملكة العربية السعودية تعاني أزمة اقتصادية لأول مرة بهذا الشكل في تاريخها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتحول من دولة يفيض في ميزانيتها كل عام نحو 80 إلى 90 مليار دولار إلى دولة تعاني عجزا بنحو 100 مليار دولار وتتوقع أن يصل في العام القادم إلى حدود الثمانين إلى تسعين مليار دولار السعودية اليوم تعاني أزمة مع حلفائها أو الذين تريد لهم أن يكونوا أتباعا حتى في المحيط العربي نتيجة فشلها المتكرر ونتيجة إدراك حلفائها بأن القادم ليس للسعودية القادم يبنى على العلاقة المباشرة مع الدول العظمى بالذات مع أمريكا وروسيا إذن في ظل أزمة السعودية الشديدة وأزمتها الأكبر للأسف الشديد والتي أقرأها شخصيا من تصريحات وصياغة الأخبار بل وتصريح وزير خارجية السعودية حين أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران أزمتها تجاه العلاقة التباعية بالأمريكي السعودية تعتقد بأن الأمريكي ذاهب إلى انفتاح أوسع مع إيران وهذا يهدد كونها التابع الأهم أو الحليف أو يسميه ما شئت الأهم لواشنطن في المنطقة في إطار كل هذه الأزمة وفي إطار عدم وجود قناعة سعودية بأنها ستكون على الطاولة بشكل فاعل في ملفات المنطقة القادمة تحاول الرياض أن تظهر في الواجهة بأي شكل كان وتتعامل بمنطق المأزوم والمخرب الذي يريد أن يعيد خلط الأوراق ويريد أن يقول للجميع بأنني أنا موجود ليس مسموحا المساس بأمن الداخلي ليس مسموحا أن يستبعدني أحد عن ملف المفاوضات أو الاتفاقات الدولية القادمة في المنطقة هذا ما أرادته وأرادت أن يتبلور ذلك من خلال رد فعل إيران بحيث تضمن السعودية أن تكون في واجهة المشهد في إطار ما مههدت الأرض للأسف الشديد له في المنطقة شعبيا أنا أقول من صراع وتفتيت طائفي ومذهبي فأن تطلع السعودية بأن تكون في واجهة هذا الصراع هذا سيكسبها مزيدا من الزخم الشعبي الذي للأسف الشديد شاهدنا بعضه الدعم الأعمى للسعودية في موقفها الأخير وأيضا سيكسبها القدر على أن تقول لأتباعها أو حلفائها في المنطقة أنا ولي نعمتكم وأنا اليوم في مواجهة مباشرة مع عدو بين ظفرين وفقفامها وفهم حلفائها وعليكم أن تقفوا معي بمعنى أنها ستعيد ترتيب شكلها كدولة مهمة في المنطقة لكن أنا لا أعتقد بالمطلق بأن هذا سيحصل أظن وأتمنى أن إيران ستفوت هذه الفرصة على السعودية أولا وأظن أيضا بأن الداخل السعودي الذي يرفض هذه الجرائم وهذه الإعدامات غير العادلة التي لم تستند إلى قانون حقيقي أو دستور أو محاكم نحترمها أو نثق بها أعتقد أيضا أنه سيفوت الفرصة على السعودية التي تريد من خلالها أن تقول بأنها ثمت بين ظفرين أيضا للأسف وهذه ليست لغتنا لكن هو توصيف للواقع بأنها ثمت إرهاب شيعي أيضا في داخل الأقطار العربية وفي داخل الدول المهمة في المنطقة لا أعتقد أن السعودية تتنجح باستثناء أنها نعم خلطت الأوراق بشكل أو بآخر وكسبت واحدة من جولات عظ الأصابع دون أن تكسب الجولة النهائية أو أن تنجح في تفجير المنطقة كما تريد اليوم كونها تعتبر أنها لن تخسر شيئا بالمقارنة مع بقاء الأمور على ما هي عليه نعم أيضا طالما أن الموضوع في هذا المنحة وكسب جولات وهي تريد أن تكون موجودة ليكون لها حصة في هذا الموضوع رد الفعل الدولي برأيك ما هو التأثير الذي سيكون على السعودية على الداخل السعودي تحديدا على النظام السعودي بالأمس اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن هذه العملية هذا الإعدام هو بداية لنهاية آل السعود هل هناك برأيك من مفاصل محددة كل نظام كان له مفصل محدد ليتقهقر ويتراجع هل هذا يعتبر مفصل للنظام السعودي أنا أعتقد أن الحدث بعينه ليس هو المفصل بقدر ما أسباب ذهاب السعودية إلى هذه الأفعال التي تدلل على وجود أزمة أولا حديث السيد حسن نصر الله الذي اعتبره هو أهم ما قيل كرد فعل على هذا الكلام لأنه يبرد نار الفتنة ويذهب نحو قراءة هذا الفعل السعودي بشكله الحقيقي البعيد عن يعني تفاصيل يريد البعض أن تكون هي زاوية رؤيتنا للمشهد وهي للأسف الشديد الزاوية السنية الشعية زاوية مذهبية وطائفية بالضبط وهذا خطير وبكل فخر بكل فخر دائما سيد المقاومة يطلع بتبريد وبأن يكون صمام أمان في وجه محاولات الآخر أن يشعل هذه الفتنة ويشعل هذا المشهد أو هذه الزاوية هذا من جانب إذن السيد حسن نصر الله كنت أقول لم يهدد حتى في تصوري تصريحات المسؤولين الإيرانيين لا تندرج ضمن باب التهديد وإن كان البعض يريد أو يستطيع أن يعتبرها كذلك فقد حسمها مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي حين قال بأن الله سيحاسب آل سعود إذن هي عبارة عن تحليل في نظر السيد حسن نصر الله وفي نظر من وقف ضد هذا الفعل الأهم من ذلك ربما لا يكون لهذه الجريمة بشكل مباشر التداعيات التي ستدمر نظام آل سعود لكن كما قلت سابقا الأسباب التي تجعل السعودية في أزمة وتجعلها تمارس مثل هذه الأفعال وستمارس غيرها على ما أعتقد من باب التصعيد أكبر هي التي تنذر بأن آل سعود مهددين وهذا ما يؤلمنا بالمحصلة السعودية أرض عربية لا نقبل ولا نريد ولا نتمنى أن تتدمر أو أن تقسم أضف إلى ذلك كله شكل العلاقة أو شكل النظرة الأمريكية للمنطقة اليوم وقبول الأمريكي عبر عدة مفاصل ربما بدأت بالعلاقة التقارب مع إيران دون مشاورة السعودية أو وضعها في الصورة حتى وهو ما ولد وهو ما ولد في حينه حالة أسميتها أنا من الحرد السعودي على السيد الأمريكي وتسلسلت لتثبت لنا اليوم يثبت شكل المشهد اليوم بأن واشنطن لم تعد معنية بشكل مباشر بحلفائها أو أدواتها المهمة بالمنطقة بقدر ما هي معنية بإعادة تشكيل المنطقة وبإنهاء الملفات المفتوحة وفق التفاهم الأمريكي الروسي بمنأة عن مصالح حلفائها بل ربما سيكون من المصلحة الأمريكية أن يعاد تشكيل السعودية أو أن يعاد تقسيمها بشكل أيضا يتناسب مع شكل المنطقة الذي تريده ويتناسب مع حالة الصراع الداخلي الموجودة داخل العائلة المالكة ويتناسب أيضا مع حالة الاستفزاز الذي تمارسه السعودية والأقرب إلى الولدة السياسية في كثير من الأحيان نعم ولكن هناك من يقل فنعم أهل سعود أعتقد أنهم فيه خطر هذا ما أريد هذا الخطر الذي يشعر تحديدا العائلة المالكة هناك فصل بين الناس وبين الحكم بين السلطة وبين الشعب هذا الخطر الذي شعر به العائلة المالكة برأيك هي التي حذى بها أن تقدم على هذه الخطوة هل أرضت أحد ما في الداخل السعودي؟ ربما الغاية أكبر من الفعل الغاية كانت تستند على أي رد فعل إيراني من أجل تحشيد حلفائها بمنطق أننا اليوم نخوض معركة مباشرة هذا أولا ثانيا الغاية أيضا بإعادة يعني تكريس السعودية كممثل للأسف الشديد يعني وفق مفاهيمهم يعني الحالة السنية في المنطقة وهذا أيضا للأسف الشديد أقول شاهدناه في بعض ردود الفعل الشعبية البسيطة ردود العموم وبعض المثقفين حتى تجاه سلوك إيران سواء بإعدامهم للشيخ النمر أو بقطعهم العلاقات الدولوماسية مع إيران الرياض اليوم تريد التأزيم ليبادر الآخر بالتصعيد لكي تأخذ دورها الذي تريد أن تأخذه لأنها مأزومة بشكل واضح وأنا أريد أن أسأل المشاهد العربي أعطني ملفا اطلعت به السعودية أو أعطني إنجازا قدمته السعودية للوطن العربي أو للقضايا العربية إنجازا واحدا دون أن تضع في مخيلتك حين تجيبني المنطق الطائفي لأنه في مفهوم كثيرين من من ناقشتهم حتى من المثقفين العرب الذين يهللون اليوم لدور السعودية ويعتبرون أنها تقوم بما يجب أن تقوموا كدولة مهمة أو قطر عربي مهم في المنطقة معظمهم لا يقبل مثلا أن يعمل في السعودية بل وبعض من عمل منهم في السعودية عمل بمعنى الوظيفة المهنة جاء اليوم يتحدث عن تلك الحقبة بوصفها حقبة العبودية يعني من أي زاوية أنا كمواطن عربي من أي زاوية أستطيع أن أنظر إلى السعودية باحترام ومن أي زاوية أيها الطائفي يحق لك أن تفترض بأن وقوفك إلى من يحمل نفس الطائفة أو المذهب الذي تنتمي إليه هو تموضع صحيح في إطار هذه المعركة الشديدة في المنطقة اليوم؟ هذا هو السؤال الجوهري يجب أن ننظر إلى السعودية بتجرد وبعيدا عن ما تحاول أن تبث في نفوسنا من كونها هي قائد هذا العالم الإسلامي خاصة بعد ذهاب أو بعد تقاربها مع تركيا الذي يفترض أن يكون هناك ثمت حالة نزاع على ذات المفهوم فيادة العالم الإسلامي بين ظفرين السني للأسف سنتحدث عن هذا الموضوع التقارب التركي السعودي باستفادة ولكن بعد أن نستمع إلى إلى الحدث اليوم في هذا الشأن برأيك ردود الفعل التي كانت في الشارع إلى ماذا تؤشر أيضا؟ تؤشر إلى وجود أرضية خصبة وإلى وجود نجاح بشكل أو بآخر لحالة التفتيت الطائفي هناك عمى أنا أقولها على الهواء وأخاطب كل مواطن عربي معظم من اتخذ موقفا من عملية إعدام أو جريمة إعدام المملكة العربية السعودية للشيخ نمر النمر لا يعرفوه ولم يروه يوما ولا يعرفوا شيئا عن قضيته معظمهم وللأسف الشديد أيضا جزء كبير من من وقف ضد يعني من معسكرنا من من وقف ضد هذه الجريمة لا يعرف تفاصيلها اليوم الاستفاف بات استفافا أعمى دون الأخذ بتفاصيل الأشياء وبالصورة الحقيقية وبما يجب أن تكون مرتكزات هذا الاستفاف وفي ردود الفعل الدولية السعودية كانت أذكى من أن تسمح برد فعل ولا زالت شئنا أبين قادرة على الدفع ولا زالت قادرة على أن تمارس دور الأداء إن أراد أحد أن تكون أداة له فلم نشاهد ردود فعل دولية تجاه هذه الأزمة باستثناء شيء من التحذير أو التخوف أوروبيا أمريكيا من أن تشعل من أن تشعل هذه الخطوة حربا أو شرارة طائفية أو مذهبية في المنطقة وهو ليس تخوفا بل هي أمنيات هم يتمنوا هم يؤشروا على ما يجب أن يذهب إليه المشهد إلى إشعال هذه الحرب الطائفية أو على الأقل هذه الفتنة الطائفية وهذا بإذن الله ما لم يحصل ولن تحصل عليه السعودية نعم سنتابع الحديث أستاذ درار ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود أرحب بضيفنا من العاصمة الأردنية الكاتب والباحث الأردني الأستاذ درار البستنجي أهلا وسهلا بك مجددا أستاذ درار سنتابع النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إذن إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار اللبنانية حسني محلي صفقات ضخمة تدعم التحالف التركية السعودي كان لفتا توقيت أعدام الشيخ نمر باقر النمر بعد يومين من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردغان للرياض حيث جرى الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للتحالف الاستراتيجي بدأت الأوساط السياسية والاقتصادية تتحدث عن خلفياته التي تتجاوز التنسيق والتعاون الثنائي حول سوريا وعرقلة الحل السياسي فيها لتشمل قضايا أوسعة وأهم أبرزها مواجهة إيران وروسيا وهذا ما يفسر استمرار التصعيد التركي ضد هاتين الدولتين قبل زيارة أردغان للسعودية وجاء عدام العلمة النمر كمناورة سعودية جديدة لاستفساز تهران وإبعاد الأنظار عن ملف داعش ومساعي الحل السياسي حول سوريا ما من شأنه أن يفرح أنقرة التي يعرف الجميع أنها لا تقبل أي حل يأتي على حساب دورها في بلاد الشام وبحسب المعلومات فمن المرجح أن توقع أنقرة مع الرياض اتفاقية للتعاون العسكري قد تشمل إرسال قوات تركية إلى السعودية إضافة إلى معلومات أخرى تتحدث عن مباحثات مستمرة لشراء أنقرة البترول والغاز السعوديين بحيث تتجنب تركيا أزمة طاقة في حال استمرار التوتري مع روسيا وتشير مصادر ديبلوماسية إلى زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للرياض عندما كان أردغان في المدينة المنورة متحدثة عن مساعي السعودية المستمرة لتحقيق المصالحة التركية مع مصر بناء على طلب أنقرة الجمهورية اللبنانية جوني منيار مرحلة إسقاط الرؤوس واضح أن المرحلة الحالية التي من المفترض أن تكون فاصلة ما بين جولتي تفاوض ستكون بالغة الحماوة لكن ما يميز هذه المرحلة الحامية أنها تشهد تساقط الرؤوس التي بدأت في سوريا وتحديدا ما بين دمشق والجولان مع سمير القنصار ثم زهران علوش لتصل المحطة إلى السعودية مع تنفيذ قرار الاعدام بحق الشيخ نمر النمر وعندما تبدأ مرحلة التصفيات الجسدية وشط بأسماء من المعادلة فهذا يبين من دون أدنى شك ترتيب المسرح استعدادا لتسويات مقبلة هكذا تحصل الأمور في العادة مع القنصار كان التعديل يطاول جبهة الجولان بعد الاستقرار الذي تعيشه الحدود اللبنانية منذ عام 2006 ومع اللوش تنتهي الأوهام المطروحة حول دمشق وضمنا حول إسقاط الرئيس بشار الأسد بالقوة العسكرية إضافة إلى دوزنة أحجام قوى المعارضة في مرحلة التسويات ومع تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ النمر هناك سعي لإقفال الباب أمام طموح إيران للنفاذ إلى قلب المعادلة السعودية ولو أدى ذلك إلى تداعيات يمكن استيعابها وحصرها وفق حسابات الرياض وقد تكون هذه الحسابات استندت أيضا إلى الوضع الهجومي الجديد الذي ساد الساحة السورية من جانب إيران وإلى حد ما الساحة العراقية وكذلك لبنان حيث رفض حزب الله التجاوب مع المبادرة الرئاسية السعودية وبذلك أرادت الرياض ربما تأكيد نيتها خوض المنازلة في المرحلة الفاصلة ما بين جولتي التفاوض أستاذ درار من ضمن المعلومات التي وردت فيما كتبه الكاتب حسني محلي في صحيفة الأخبار من المرجح أن توقع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري قد تشمل إرسال قوات تركية إلى السعودية هذا خبر مهم جدا نظرا استراتيجيا برأيك على ماذا يعبر وإلى ماذا يؤشر بالمنطق هو يعتبر أحد أسباب شعور الرياض بالارتياح وبقدرة أكبر على التصعيد في المنطقة لأن تركيا دولة مهمة في المنطقة ولها موقف قريب جدا من موقف السعودية تجاه ملفات المنطقة بالذات الأزمة السورية وهي محسوبة على ذات المحور فبالتالي التقارب مع تركيا ولا شك بأن أردوغان قد أشعر السعودية وأعتقد بل بأنه قد ضل للسعودية وورطها بأنه سيكون معها في أي اشتباك هذا لا يعني بالضرورة أن يكون اشتباكا مسلحا أو حربا مفتوحا لكن أنه سيكون معها سياسيا وفي التنسيق المشترك وفي خلق مقاربة مشتركة بين الدولتين لمعظم الملفات بما فيها الاقتصادية بالمناسبة إذن أردوغان حالي أو تركيا حالي تعتبرها الرياض عنصر ارتياح لمزيد من التصعيد نضيف له حديثا التقارب التركي الصهيوني الذي عبر عنه أردوغان بوضوح وهو ما قلناه بالمناسبة من سنوات بأن استمرار الرياض على سياساتها سيدفعها حكما إلى الذهاب إلى الحضن الصهيوني لأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يتحملها وأن يتحمل سياساتها المدمرة للأمة ولمشاريع هذه الأمة إذن التقارب مع تركيا الذي يعني التقارب مع الكيان الصهيوني ويعني بالمحصلة مزيدا من التصعيد في سوريا ولو كان بالواسطة هذا التقارب عبر تركيا أو سرا كما كان يقال في السابق نعم هو عمليا موجود يعني لا أحد يستطيع أن ينكره لكن اليوم هناك شيء أقرب إلى التحالف إذا جاز أن نقول وإن كان تكتيكيا أو في مفاصل مشتركة وكأن الرياض تعتقد بأن الآخرين أغبياء وأن الآخرين جمعيات خيرية يردون تقديم الخدمات لها تركيا تدرك اليوم بأنها غير قادرة على أن يكون لها دور حقيقي في المنطقة لماذا لا تكون السعودية هي كبش الفداء وحالة الخلاف أو التصارع السعودي التركي بحكم الملفات والأدوات في المنطقة على قيادة ما يسمى العالم الإسلامي حالة يعلمها الجميع هذا التقارب مبني على حالة تكتيكية سيورط السعودية أكثر في الوقت الذي لن تكسب منه التركية إلا مزيدا من توريط السعودية ومزيدا من تصعيد المنطقة وأملا من الطرفين في أن يذهبوا إلى طاولة المفاوضات بشكل قوة إقليمية في المنطقة لكن أنا أريد سريعا أن أنبه فضل فضل أكمل أستاذ درار يعني أريد أن أتحدث أيضا من وحي يعني المقالين عن قصة مهمة أخرى وهي تثبت ما نقول اليوم بأن المنطقة ذاهبة إلى أن يكون على الطاولة فقط الأمريكي والروسي ما شاهدناه وما اسماه الكاتب يعني قطع الرؤوس أو تصفية الشخصيات أعتقد بأن أدقيق رغم قناعتي بأن الجريمة السعودية بحق الشيخ النمر تأتي كحالة نشاز تريد أن توصل رسالة أخرى بمعنى رأينا جريمة اغتيال الشهيد البطل المقاوم العظيم سمير القنطار في سوريا هذا يؤشر بشكل واضح إلى رغبة بعدم السماح لإيران بأن يكون لها نفوذ حقيقي في سوريا ليس نفوذا سياسيا أو نفوذ عسكري أو وجود بعض القوة العسكرية الإيرانية نعم ليس مسموحا بأن يكون لإيران نفوذ على جبهة الجولان وهي الجبهة الأخطر المطلوب دوليا أن تحل قضية الجولان وفق في إطار الحل السياسي القادم وليس بالمقاومة وليس مطلوبا إشعال جبهة الجولان كما يحصل في جنوب لبنان وإقلاق راحة الكائن الصيوني ومشغليه هذا أولا جاء أيضا مقتل زهران علوش الإرهابي الذي حصد قتل مئات الأرواح في دمشق جاء مقتله أيضا في ذات السياق لقطع يد السعودية في المنطقة وبذات السياق يأتي الاستداف الواضح والمباشر للقوة الإرهابية التابعة والممولة من تركيا في مناطق ريف إدلب وريف حلب الشمالي والجنوب حتى أيضا كرسالة لتركيا أو كتوطع لقطع يدها جاءت السعودية اليوم لكي تحرض إيران على رد فعل أكبر جاءت لكي تقول بأنه لن نقبل بأن نخرج من هذه المعادلة صفر اليدين لكن العلم والمنطق والسياسة تقول هناك فرق كبير بين من يملك القدرة على التغيير وعلى التأثير وعلى أن يشاور وأن يجلس على الطاولة مثل إيران مثلا وبين من يريد أن يقنع العالم بأنه يملك القدرة السعودية لا تملك شيئا إلا التصعيد السعودية لا تملك شيئا إلى الخطاب الطائفي السعودية لا تملك شيئا إلا المال وهذا لا يجعل من أي دولة في العالم دولة أقليمية وهذا يكفي بالنسبة للغرب يكفي بالتخريب يكفي للتخريب لكن إن تحدثت السعودية حتى الصباح بأنها عنصر مهم في هذه المعادلة فهذا ليس صحيحا على الأرض السورية السعودية اليوم ذاهبة إلى الانتهاء وأدواتها ذاهبة إلى الانتهاء ولذلك يليوم تتصرف بمنطق من قبيلة يعني قد يقول هذه أمنيات أم هذا واقع يعني أنه فعلا هل النظام لا هذا واقع هذا واقع يعني اليوم مجريات الأحداث في سوريا لأول مرة السعودية أم العائلة المالكة تحديدا بمعنى لا أقصد انتهاء دورها التخريبي في سوريا بمعنى أن السعودية اليوم لا تستطيع وفق ما تقوم به اليوم أن تعيد دورها إلى سوريا كما تريد أن تكون يعني حلقة مفصلية في هذا المشهد وبالتالي عنصر مهم يجلس على الطاودة للتفاوض الأحداث على الأرض تقول بأن أدوات السعودية تتلقى المزيد من الهزائم والكثير من التفكك ومحاولة التقارب مع تركيا رغم حالة الخلاف في بعض التفاصيل أيضا لن تجدي نفعا هي محاولة ناتجة عن إدراك الطرفين بأنه بعد قرار 22-54 لم يعد مقبولا بأن يكون لأحد القول الفصل في الداخل السوري كما أن محاولات الرياض تحريك أداتها سأقولها الرخيصة سعد الحريري في لبنان أيضا لن يجدي نفعا لأن الجميع يعلم من هو سعد الحريري في لبنان ومن الذي يملك القدرة على إبقاء لبنان في حالة كريحية كل هذا التصعيد هو فقط من أجل التسويات الداخلية وعودة رئيس الحكومة السابق إلى سدة الرئاسة وانتخاب رئيس إلى ما هناك هذا الملف داخلي لبناني صرف ولكن في هذا الموضوع يعني التبادل قد تشمل إرسال قوات تركيا إلى السعودية يعني ماذا تطمح هذه القوات ماذا تطمح تركيا أن تقدم للسعودية وأين عسكريا في اليمن في العراق في سوريا في أين يعني أنا لا أعتقد بأن ظروف أردوغان تسمح له بأن يجعل من جيشه أداة أو مرتزقة في يد آل سعود لا أعتقد بأن تركيا بالمحصلة شعب أكبر من هذه التفاصيل ودولة أهم وأكبر وهناك معارضة واعية هناك إعلام بشكل أو بآخر يطلع بالكثير من الدور الحقيقي والواعي لا أعتقد بأن أردوغان قادر أو راغب حتى لكن شيء من التنسيق العسكري شيء من المناورات العسكرية بهدف الحركشي بين ظفرين بإيران كلها لن تفيدهم نفعا لأن الجميع يدرك بأن لا قدرة لأحدهما على البقاء على الطاولة إن لم يكن وفق المفهوم الدولي الذي تغير تماما بعد قرار مجلس الأمن الأخير التصعيد أي يكن سيبقى تحت صف التفجير هو مجرد صفعات متبادلة لكن بالمحصلة يبقى المحور الأساسي في هذه المعركة هو الميدان في سوريا بالدرجة الأولى والاستمرار بخلق حالة استقرار في لبنان بالدرجة الثانية نعم سنتابع الحديث ولكن طالما نتحدث عن تركيا لنرى ماذا جاء في بعض الصحف التركية هذا اليوم اقرأ تركيا والتفاصيل تركيا يجب أن تبقى على الحياد بعد إغلاق بدأ في عهد صدام حسين فتحت السعودية سفرتها من جديد في بغداد كان ذلك إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من التهدئة لكن التطورات اللاحقة كانت خلاف ذلك الرياض أعدمت رجل الدين الشيعي نمر النمر مع ثلاثة رجال دين شيع آخرين النمر كان واحدا مما يطالبون بحقوق للشيعة في السعودية معظم الدول والأمم المتحدة دانوا الإعدامات والمتظاهرون في بغداد طالبوا بإغلاق السفارة السعودية التي لم تكد تفتح من ثم قطعت السعودية العلاقات مع إيران حتى الآن لم تصدر تركيا أي بيان ربما لا تريد إغضاب حليفها الجديد السعودية في الأساس فإن إقامة تركيا تحالفا مع أكثر الأنظمة القمعية في العالم مثل السعودية أمر خاطئ ولا يمكن تبريره في وقت تتصاعد فيه عمليات حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية المحاذية لسوريا والعراق وإيران من الخطأ الدخول في تحالف عسكري تحت قيادة سنية في ذروة الصراع السني الشيعي على تركيا ألا تكون طرفا في الخلاف الإيراني السعودي وعلى رئيس الحكومة صاحب الصلاحية أن يمارس صلاحياته للبقاء بعيدا عن هذا الخلاف حريات لماذا إعدام النمر أقدمت السعودية على إعدام الشيخ نمر النمر رد الفعل الشيعي كان عاليا ومتسائلا ألم يكن بإمكان السعودية العفو عنه إيران هددت بتدفيع السعودية ثمن غاليا ربما السبب أن ولي العهد الأمير محمد بن نايف أراد أن ينتقم من حملة النمر على والده الراحل عندما كان وزيرا للداخلية واختار الملك سلمان بموافقته على الحكم توقيطا يكون فيه الغرب مشغولا باحتفالات رأس السنة لكن أيضا ربما أراد الملك سلمان بموافقته على أحكام الإعدام أن يعطي لنفسه صورة الزعيم القوي التي حاول أن يضفيها على نفسه منذ تسلمه عرش المملكة لكن الثمن الأكبر ستدفعه سوريا حيث ستتعثر عملية البحث عن تسوية سياسية فيها زمان نموذج هتلر من الواضح أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيذهب إلى محاولة إقامة نظام رئاسي أكثر من أي وقت مضى تورغوت أوزال وسليمان ديميريل حاولا ذلك من أجل التخلص من الوصاية العسكرية لكن أردوغان لم يعد عنده هذا القلق بل إنه يتحالف مع المؤسسة العسكرية ويعد مطلب الحكم الذاتي للكرد خيانة رئيس الوزراء أحمد داود أغلو أعلن موقفا مؤيدا للنظام الرئاسي المشكلة ليست هنا بل في المثال الذي أعطاه أردوغان نفسه كنموذج وهو أكثر الأنظمة وحشية وديكتاتورية أي النظام النازي بقوله إن النظام الرئاسي موجود في دول كثيرة مثل بريطانيا وفرنسا وفي ألمانيا هتلر كان يوجد نظام رئاسي عندما تظهر ألمانيا الهتلرية نموذجا فهل يبقى معنا لمجرد مناقشة النظام الرئاسي؟ أستاذ درار كما قالت صحيفة راديكال أو كما تسألت حتى الآن لم تصدر تركيا أي بيان لماذا؟ بيان طبعا تعليقا هذا ما نقوله تركيا ليست مضطرة أن تتموضع في هذا الخلاف اليوم بالشكل الذي تريد السعودية وفي ذات الوقت هي ليست معنية كما كل دول العالم بخلاف مع السعودية أو حتى تدخل في شأن تستطيع الرياض أن تقول بأنه داخلي هو قرار إعدام وصدر بحق مجموعة ممن تسميهم هي إرهابيين أو مجرمين وبالتالي تصبح القدر على التدخل أو إبداء رأي غير مقبولة لكن الموقف الآخر دعما للسعودية لا أعتقد بأن أردوغان قادر عليه وهذا ما يدلل على أن أردوغان لن يذهب لن يمد الخط على استقامته في دعمه للسعودية في هذا التصعيد هناك طرف ثالث وهي مصر يعني كما نعود إلى ما كتبه حسن محلي في صحيفة الأخبار تقول المصادر أن الرياض ستزيد من مساعداتها المالية للقاهرة على أن تتخذ أنقرة خطوات عملية ضد الإخوان المسلمين إرضاءا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما فعلت مع حماس إرضاءا لإسرائيل التي قال أردوغان إن بلاده بحاجة إليها كما هي بحاجة إلى تركيا مصر دخلت على الخطوة بالتالي يعني هناك تعويل على الدور المصري لدى كل الأطراف سواء لدى حلفاء السعودية أو لدى الطرف الآخر هناك تعويل على دور مصر ماذا بمقدور مصر أن تقدم للسعودية وتركيا عظيم هذا سؤال مهم المشهد اليوم يدلل على أن الأطراف الإقليمية في المنطقة في حالة أزمة وبشكل أو بآخر يراد لها أن تذهب نحو الهامش الحالة الوحيدة المؤهلة لكي تخوض أو تطلع بدور محوري في المنطقة سواء لجهة المصالحات لجهة قيادة الأقطار العربية في المشروع القادم أو التسوية القادمة وفق القرار الأممي الأخير قرار نفس الأمن الأخير هي مصر بغض النظر عن شكل مصر اليوم لذلك بخطين متوازيين بشكل متوازي مع محاولات السعودية التصعيد وخلط الأوراق والتخريب هي أيضا تحاول أن تنزع عن مصر هذه الشرعية هذه القدرة على أن تكون حالة مقبولة للجميع حالة توافقية مصر اليوم بعيدة بشكل أو بآخر عن المشهد السياسي ليس ثمت قرارات تصعيدية أو مواقف تصعيدية تجاه سوريا مثلا أو ضدها ليس ثمت تصعيد تجاه لبنان في المشهد اليمني لم تذهب مع السعودية في إرسال قواتها بشكل مباشر إلى اليمن جملة من التفاصيل تجعل من مصر في وسط المسافة بين الجميع اليوم الرياض تريد أن أن تحسن هذا الموضوع بحيث تلغي إمكانية أن تكون مصر أن تحمل مصر هذا الحالي أو هذا الدور بحيث يعود المشهد إلى مفاوضة السعودية والحديث مع السعودية بشكل مباشر دون الذهاب إلى أطراف أخرى لكن أعتقد بأن القيادة في مصر رغم تحفظاتنا على كثير من التفاصيل تدرك ما هو شكل المنطقة القادم وتدرك بأن علاقتها مع واشنطن ومع موسكو تؤهلها لأن تلعب دورا سيكون أهم بكثير حتى في مصلحتها الداخلية من ما قد تقدم السعودية كعادتها من المال وفي ذات الوقت أعتقد بأن مصر تدرك أن مهما يكون من تصريح لأردوغان أو سلوك ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر لن يقدم أو يؤخر مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة قد انتهى تماما ولم يعد مهما هذا الحجم الكبير من الدعم الذي تقدم تركيا للإخوان المسلمين إعلاميا أو سياسيا أو ماليا بدليل أنها ذهبت إلى طرف يعتمد على منطق ديني آخر هو السعودية لتشكل تحالفا معها في تناقض مع كونها تستند على دعمها للإخوان المسلمين أو على اعتبارها رأس الهرم في حالة الإخوان المسلمين في المنطقة وبحاجة إلى وقفة موضوع الإخوان المسلمين وما يشاع اليوم عن شيطنة الإخوان المسلمين حتى دون الحديث عن ممارساتهم الشيطانية وحتى محاولات أخذ أو الحديث عن أسباب هذه الشيطنة أو عن عناصر التي شيطنتهم إن جاز أن تكون كذلك أيضا بحاجة إلى أعادة قراءة لأن من يدعم الإخوان المسلمين اليوم هم أعداء هذه الأمة حتى في الأنظمة العربية ومن يقال بأنه يشيطنهم هو من يقف ضد مشاريعهم في أقطاره هي الدول التي تحاول أن تكون صاحبة مشروع وأن تنهض بالأمة العربية وبالتالي لابد من حديث أعمق وأوسع حول موضوع الإخوان المسلمين كيف جاءوا ما هو مشروعهم أين وصلوا اليوم وما هي العوائق أو الأسباب التي جعلت مشروعهم يسقط وينتهي بشكل أو بآخر يعني وأيضا ما هو السلوك السلوك لدى استلامهم للأنظمة العربية تحديدا للنظام بالضبط 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 بالنظام في مصر يعني سقطوا بالسلوك يعني ولم يسقطوا بشيء آخر بممارساتهم بالممارسات نعم مثل أنه حدا شيطنهم يعني نعم نعم صحيح طيب أيضا سأتابع ما جاء أيضا في هذه المعلومات لأنه أيضا مهمة جدا بالنسبة لمصر ولا الرياض أتابع وأقرأ هنا أكتبس عما كتبه الأستاذ حسني محلي في صحيفة الأخبار وتتمنى الرياض أن تساعدها مصر أن تساعدها مصر أو بالأحرى أن تساعدها المصالحة التركية المصرية على فرض رأيها على العواصم الغربية حول سوريا مع استمرار المساعي لتوحيد المجموعات الموالية لها مع المجموعات الموالية لتركيا والأردن حتى يتسنى لها الخروج معا أو أعلم فراد من لائحة المجموعات الإرهابية التي أعدتها موسكو بالاتفاق مع واشنطن التي تعرف أن معظم هذه المجموعات على علاقة مباشرة مع أنقرة وهي موجودة على طول الحدود السورية مع تركيا هل يمكن أن يتحقق هذا للرياض يعني طالما أيضا يجب أن ننظر في هذا الموضوع عندما نتحدث ليس فقط ماذا يمكن أن تقدم السعودية وتركيا لمصر ماذا بحاجة لمصر أيضا مصر بحاجة إلى ما تقدمه السعودية أيضا صحيح صحيح مصر بحاجة لا شك لكن كما قلت مصر تدرك بأن ما يمكن أن تقدموا يعني دولتان مأزومتان يفهمان الأشياء بالمنطق المادي فقط ويريدان علاقة مع الآخر بشكل تبعي أن تتبع مصر للرياض وليس حالة من الندية أو احترام دور مصر ومكانتها الذي يفترض أن تليق بها وأن تطلع بها بأن استمرار المشروع القادم والحالة القادمة على المنطقة سيجعلها تستفيد أكثر سياسيا بل من حيث الاستقرار سواء الداخلي أو الاستقرار واقتصاديا أيضا هذا من جانب من جانب آخر قصة لائحة الإرهاب والأطر أو الجماعات الإرهابية التي ستوضع لائحة الإرهاب أو لا توضع هذا لن يقدم أو يؤخر كثيرا في الميداء في الأمور على الأرض بدليل أن قرار مجلس الأمن الأخير مثلا تحدث عن أن وقف إطلاق النار لا يشمل ولا يعني وقف عمليات محاربة داعش والنصرة وترك الباب مواربا حين قال وبعض الأطر الإرهابية الأخرى اليوم من الواضح وهذا سبب الأزمة السعودية التركية بالدرجة الأولى من الواضح أنه ثمت قرارا دوليا أو توافقا دوليا حقيقيا على إنهاء هذه الحالة المتطرفة الإرهابية في المنطقة الاستقرار بتوافق أو بشكل جديد من الحل السياسي في سوريا بالدرجة الأولى وفي العراق التي نشهد بأنه ثمت ضوء أخضر أمريكي وربما دعم للتخلص من هذه الحالة الإرهابية هذا ما يجعل بعض الدول الإقليمية في حالة اضطراب وشعور بأنها مأزومة بالمحصلة هذه أدواتها هذا هو الدور الذي أو السبب الذي يجعلها مهمة في المنطقة دعمها لهذه الأدوات الانتهاء من هذه الأدوات يقلص دورها ويأخذها إلى الهامش في ذات الوقت استقرار سوريا يعني فشل السعودية يعني تراجع دورها كحالة مهمة في المنطقة العربية تقود الشرع العربي كما يريد الإعلام السعودي أن يشيع بأن الملك سلمان هو القائد العربي المظفر الملهم مش عارف كيف بصراحة للأسف أستاذ درار انتهى الوقت اليوم أنا إذا سمحت لي فيه دقيقة فيه دقيقة واحدة أريد أن أقول الجريمة التي أقدمت عليها السعودية هي جريمة يعني إعدام أو اغتيال معارض سياسي سلمي أنا معارض سياسي في دولة محسوبة على المحور السعودي الأمريكي إذا تعمم هذا الفهم وصمتنا على هذه الجريمة وهذا الشكل من التعامل في دولة ليس فيها مؤسسات أو دستور فكلنا عمليا في نظر السعودية يجب أن نعدم هذا واحد اثنين لو تحرك العالم حين حين ألقت السعودية المعارض السلمي من الطائرة في أواخر السبعينات لما وصلنا اليوم إلى هذه الاستهانة بأرواح البشر هذه هي المعادلة أي أن يكون دينه ومذهبه ليست الموضوع وجنسيته هو معارض سلمي لا يجوز أن نقبل بهذا البطش وبلا عدالة ولا مؤسسية ولا قضاء في التعامل مع الآخرين لمجرد أن تقول لا فيجب أن تموت علما أنه الشعودية رئيسة لجنة الحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لهذا العام حاليا يعني على كل حال هو الموضوع الموضوع هو معارضة وموالاة تمرد على السلطة أو المطالب وليس موضوع مذهب نهائيا قد يكون بالضبط هذا هو العنوان الأساسي هذا هو العنوان الأساسي للأسف انتهى الوقت معنا الأستاذ الكاتب والباحث الأردني الأستاذ ضرار البستنجي كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا على كل ما أفتنا به وعلى هذه المشاركة ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة